تقدر تحسب تقريباً هو من 2006 لحد دلوقتي قد إيه عنده كتير صح؟ 17 سنة 17 سنة على وفاة واحد من أهم وأبدع وأكبر وأعظم فنانين الأستاذ حمدي غيس أستاذ حمدي غيس اللي لما هتشوفه في صراع في الوادي وهو لازال وقتها شاباً صغيراً جداً لفت نظرك ولفت انتباهك أنت كمشاهد عادي يعني قعد تفرج على صراع في الوادي لازم هتشوف حمدي غيس مش هتقدر ترفع عينك عن أداؤه مع أنه بطولة عمر الشريف فات الحمامة زكي رستم فريد شوقي وحمدي غيس طلع فيه طبعاً ما حفظ اللقب مشاهد قليلة عاوز ياخد بالطار بس تشوف الأداء كت انقل معايا قدام وروح على فيلم الرسالة والنصر صلاح الدين سفيان بن حرب أبي سفيان بن حرب وريتشارد قلب الأسد كت اطلع على فيلم أرض الخوف استاذ داود عبد السيد وشوف أداء حمدي غيس أداء مهولاً لممثلاً مهولاً أمام أحمد زكي أنا كل اللي أقدر أقوله لك حمدي غيس الله يرحمه يا رب يبتلع الشاشة بتلاعم يبتلع الشاشة مش ممكن ممكن أعد أحكي لك إنه والله يتولى مش عارف نقابة الممثلين المصرح الحديث إلخ 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 بس أنا أقدر أقولك إنه القمات اللي بالحجم دا هم فعلاً أكبر بكتير مما تولوهم المناصب أدعوكم إلى إنه لو عندك وقت قعد اتفرج على أفلام بطلها أو شارك فيها حمدي غيس دا واحد اتنين اسمع الصوت والأداء في اللغة العربية دا احنا غالبة قوي احنا جنب الناس دول غالبة قوي يعني جمد فينا ولا عشر معشار هذا الأداء اللغوي من حيث اللغة والتعبير الله يرحمه الله يرحمه أثر السينما والمصرح والدراما والأداء الصوتي حمدي غيس